أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش انطلق مشوار الزمالك الإفريقي للبحث عن الحفاظ على لقب بطولة الكمفدرالية الإفريقية بفوز مهم جدا خارج الديار على الشرطة الكيني منورنا جوى الستوديو نجم من نجوم كرة القدم المصرية والزمالك الكابتن أمير عزم مجاهد منور الديني كابتن أمير منورك يعني وحمد الله على السلام بعد الأجازة وسعيد إلينا معك وإن شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله البقاء لله في وفاة الكابتن إيهاب جلال مشهد كان كبير قوي من كل قطاعات الرياضة المصرية سواء في الجنازة أو في العزاء يوم الجمعة طبعا يعني أنا طبعا بقول البقاء لله طبعا في وفاة الكابتن خليق جلال إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال محترم جدا شخصية محترمة شخصية مش هتتقرر مؤدب شخصية زي الكابتن إيهاب جلال الله يرحمه لكن في بعض الدروس لازم نتعلم منها هاني في القصة دي بالذات أولا أنا مش هتطررك بقى الحتة يعني الناس كانت بتتكلم على حتة المنتخب وحتة المتاع بس في الأول لآخر لازم ناس تعرف المدرب ده بناء قدم هاني ده إنسان الناس بتبقى بص على المدرب اللي هو بيشتغل واللي هو اسمه بيكبر واللي هو بياخد فلوس واللي هو واللي هو واللي هو بس ما بيش عارفين المدرب ده بيمر بإيه أو تخلى بالك الشغلانة الوحيدة هاني اللي في العالم اللي انت ممكن خلال دقيقة تفرح قوي وتزعل قوي في نفس اللحظة في أنا شايف اللي لازم يبقى فيه دروس المشكلة اللي حامل إيه الدروس الدروس أولا لنت النهاردة بتقول بعيدا عن فكرة المنتخب والتحاد القرى أولا لنت النهاردة لازم الناس اللي بتنتقد والناس اللي بتكتب هاني لازم يبقى فيه ضمير شوية بمعنى انت النهاردة هاني أنا إنت عندك برنامجك أنا ممكن ما بقاش عارف انت بتعمل إيه انت مش عارف انت بتتعمل ازاي في نامك بتحمل ايه في نامك بتاعك بتشتغل ازاي بتتعب ازاي وانا ممكن قاعد في بيتي اقول كلمة عليك تخلي نفسيتك تتعب او خليك اللي انت تتدايق رغم اللي انت ممكن تكون مع ربنا عارف انت بتشتغل ايه وبتراعي شغلك في ربنا حاجات كتير جدا احنا المشكلة عندنا القرى هاني النقد ما بيبقاش في الملعب او النقد مش جوء مش فني النقد بيبقى اطلع عليك اللي انت واطلع عليك انت واطلع عليك انت والاسف مفيش حد واسخر منك بشكل يبقى مهين احيانا يعني انا انا شوفت السنة دي مثلا في الكورة كما تشك كتير جدا انا النهاردة هاني بيلعب انا هاني مش عاجبني اقول انت النهاردة قليل او مستوىك بتاعك لكن موضوع بيوصل تتنمر على بنا ادم عشان كلا احنا مشكلة لما فيش حد بيحاسب حد مفيش حد انت لو ترجع لفيديوهات كتير جدا بالذات على كابتن اهاب جلال وقت المنتخب وقت المنتخب لا يعني انا لو بنا ادم الله يكون فهنا هو تحمل ازاي الكلام ده على فكرة اقولك على حاجة لما كنت قاعد معي الله يرحمه في شهر مارس في ليبيا فقبل ما نسجل يعني قلت له يا اكتر حاجة زعالتك قال لي اكتر حاجة زعالتني نظرة والدتي لما كانت بتسمع الكلام اللي فيه تجاوز في حقي في بعض البرامج ده قالهولي ده حتى كان جزء منه واحنا بنسجل وجزء تاني لانه قال لي اسماء قال لي اسماء ناس هو زعال اوي من طريقتهم وبتكلموا عليه لكن قال لي دي دي زعالتني اوي لانه منت ممكن تبقى متدائق من وجودي عادي لكن ليه تتكلم علي بطريقة فيها تجاوز ممكن يضر اسرة باكملها عشان كلا بقولك مفيش حد بيحاسب حد مفيش حد بيحاسب حد دلوقتي يعني للأسف اي حد ممكن يعمل برنامج واي حد ممكن يعمل بودكاست واي حد ممكن يحلل واي حد ممكن يطلع في برنامج فالضمير زي ما انت قلت ما يحكم والضمير فعشان كلا بزلط انت النهاردة زي ما انت قلت اما بني ادم يقولك انا والدتي ستة كبيرة واما هو وفي الاول والاخر عايز اقولك هالحاك كابتن اهب او اي مدرب اشتغل وبتحمل ضغوط نادي ولي 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 وفي الاخر ايه اللي حصل ايه اللي حصل مفيش حد نفعه او محدش بنفع حد والناس عادي هتلاقي الحياة ماشية وكل حاجة فنتمنى اللي احنا نتطعز ونتعلم الدروس اللي في الاول والاخر فيه بنا ادمين بيقوم حساسين اهاني وبيضغطون ما بروفش يطلعوا يعني كابتن اهب مننا وهي خلي بالك كابتن اهب ده لا يمنع ان الواحد ينتقد ويحلل ويوجه وينصح باحترام باحترام خلي بالك بعدم التجاوز انا بتفرج على مطش الاسماعيلي وزد انه كان عايف انه حامل اهم مدينة بقى كمال ما تقوليش الصديق بغوط كورة ما هو معلش هو مش اول مرة يشتغل في التدريب ده يشتغل بقى له عشرين سنة في التدريب وخدها من تحت الحد لفوق لكن في الاول واخر انت ممكن تكون ظلمت في وقت من الاوقات افتريت في وقت من الاوقات زي ما بقولك في الاول اخر هو الموت موت مكتوب واقدار لكن زي في الاول اخر نتمنى اللي يبقى فيه يعني مش عايز اقول كلمة تقيلة صح بس يبقى فيه تربية شوية اه في حتة رحمة او رحمة شوية انسانية صح في حتة النقد الفني مبروك للزمالك الله يبارك فوز مهم جدا النهاردة في ذهاب دول 32 من الكونفيدرالية رغم تحافظات عديدة على الاداء يعني هو الزمالك النهاردة انت بتلعب اول مبارا لك في الكونفيدرالية انت حامل اللقب الزمالك عمل مطلوب منه اللي هو كسب المباراة لكن النهاردة انت كان عندك مشاكل جوه الملعب ابرزها اللي انت النهاردة ممكن الظروف حطتك النهاردة اللي انت بتستخدم طرفين ملعب او بكين مش في مراكزهم كعمر جابر اليمين راح شمال والنص راح يمين بالضبط فبعد اللي حصل دا يمكن انا في اعتقادي اللي الزمالك النهاردة خسر الجابهتين او ما اشتغلوش بشكل كويس اللي اللي اتنين بيلعبو مش في مراكزهم اللي من خلاله اللي الزمالك النهاردة كان متعطل من حتة الجناب الحاجة التانية انت النهاردة في نص الملعب انا شايف اللي عبدالله السعيد كان اميز لعيب في ناتي الزمالك النهاردة وانا بحييه اللي 38 سنة هاني النهاردة وهو افضل واحد في مباراة بتلعب في ملعب وحش جدا اجواء مناخية غير متاع ملعب ما يساعدش اللي انت تلعب كرة بس دا لعيب كرة المحترف المحترم المحترف اللي هو بيقدي بشكل كويس جدا وممتاز جدا في سن معين ايه المتميز اللي قدمه عبدالله السعيد اولا هو الوحيد او ممكن من اللعبة الوحيدة اللي واقف على رجلها بدنية رغم اللي هو تقدم في عمر 38 تاني حاجة النهاردة ادوار الدفعية فيه كورتين 3 راجع فيهم مش بتوعه اخلي بالك انا شايف اللي فيه كورتين 3 مش بتوعه عبدالله في الحتة دي يرجع يخد هو الوحيد اللي عمل النهاردة انت الشوت الاولاني شوت كورتين على الجون فيه كورة اللي اترفعت ضربة ركنية هو اللي عدل فيها وشطها الجون سكها والهدف بتاعنا دي زمالك انت يمكن النهاردة دول الكورتين الوحيدين اللي انت وصلت بهم اثناء المباراة فالنهاردة انا شايف عبدالله السعيد كان مميز جدا لكن انت لو ترجع للمباراة اولا سيف الدين الجزيري لو نمسك بالارقام كلا سيف الدين الجزيري بقاله فترة كلم رايح راح منتخب تونس ملعبش ولا ديقة في المطشي فحسيت المباراة او نفس المباراة بمعنى اصح غايب عنه عشان كده النهاردة اوت اوف فورم في المباراة وتغير بين الشوتين ناصر ماهر نفس القصة راح منتخب مصر ملعبش ولا ديقة او تنزول دعاية قليلة في المطشي التانية دعاية قليلة لياقة المطشي او نفس المباراة مش موجود عشان كده دول اول اتنين ممكن يتغيروا بين الشوتين النهار وجود عبدالله السعيد ونصر ماهر النهاردة في نص الملعب ممكن أقولك اللي هم كانوا قافلين على بعض شوي بس ده المعتاد هو المعتاد ده دايما بيعملوا جزيز بص يا هاني فيه وقت ملقى وقت يعني أنا في كورة القدم مفيش حاجة اسمها ده المعتاد فيه حاجة اسمها النهاردة أنا بشوف الصحة إيه وأعمله أنا شوف الصحة أنت النهاردة نصر ماهر أقدر استفيد بي ناحية الشمال أقدر أشتغل بي عشرة أقدر أشتغل بي يعني في نص الملعب أقدر أشتغل بي كل حاجة لعب بي أحيانا ناحية الشمال أنا النهاردة أنا النهاردة في الملعب أما أكون شايف نادي الزمالك النهاردة فيه وقت بعد ربع ساعة نادي الزمالك بدأ يلعب الكرة الطويلة ومش عارف يطلع بالكرة يبقى فيه حاجة غلط في نص الملعب إيه غلط بقى اللي كان حاصل يخلي الزمالك ما يعملش تحول واحد سليم في الشروط التاني كله التحول اللي أولا أنت النهاردة أنا شايف اللي دونجا كان صائب بشكل كبير جدا بين في نص الملعب والمسافة كبيرة جدا الحاجة التانية أنا عايز أوجهه له نصيحة دونجا لازم يبقى فيه تغيير في طريقة لعبه شوي بمعنى أنت النهاردة مش معنى اللي أنا بعمل النهاردة استحواز ناتزي ما لك ممكن النهاردة 75% استحواز مثلا بس استحواز في نص ملعبي يعني أنا الكرة بيجي لك هنا أروح مرجحها وراء أروح ده مرجحها الوراء ده مش استحواز ده ما يسميش استحواز الاستحواز اللي أنا بستحوز في مناطق في الملعب وانقل بالزبط واتدرج لنص ملعب الخاصة لكن أنا النهاردة أما أكون هافد فندر واقف في الملعب تبا أنا أقول لك الحاجة أنا عندي 42 سنة وممكن أنا النهاردة بدنيا ما فيش حاجة خلص أنا ممكن أقف في نص الملعب كرة الجلي من ناحية 200 ودينة حي الشمال مش شمال لمين ده مش لها بكورة أنا النهاردة لازم أطور من نفسي لنا هافد فندر ناتزة مالك لازم ألعب الكرة الأدام لازم ألعب الكورة الكترية لازم أسدد على المرمى لازم أعمل أدوار كتير جدا ما ينفعش تقول إن ده كان تأسيم للمباراة بطريقة وبأخرى إنك تمشي بالمباراة دقايق معينة علشان تفضل مش متعرض لضغط الأطول فترة ممكنة هل ده كان في الحسابات مثلا؟ لا أنا بكلمك النهاردة أنت الطبيعي النهاردة أنت بتلاقي فرقة مع احترامي هي فرقة منظمة على فكرة فرقة محترمة فرقة دي في القاهرة مش هتبقى سهلة بس أنت النهاردة الفرقة دي لو معاها لو معاها سنتر فيروت كويس كان ممكن النهاردة يسجله فينا الزمال الحاجة التانية النهاردة خط الدفاع أنا بالنسبة لي علامة استفهم كبيرة جدا مساحات كبيرة جدا غلطات برضو أنت النهاردة فيه لعيبة بالباصي غلط طب دي النهاردة دي بتاعت مدرب والحاجة اللي أنا عايز أقولها نادي الزمالك يا هاني عملت عاودات بس نادي الزمالك سابق أهم مركزين أو أهم مركز اللي أنت لازم النهاردة كنت تدعم فيه اللي هو خط الدفاع أنت النهاردة دعمت بنس نص ملعب ودعمت باكات ليفت ودعمت بحاجة الجد طب أنا النهاردة عندي حسام عبد المجيد وعندي حمزة المسلوسي لقد درر لتنين دول واحد حصل له حاجة هتلاعب مين الزناري مع احترامي أنا ما بقى قطعش في لعيبة واحمد مكدي هل هتقدر تشيل الموسم كله باحمد مكدي نا خلمك هو لعيب كويس ولعيب برومسنج بس مش هتقدر تديره فأنا النهاردة ماينفعش النهاردة أعمل التدعمات دي كلها وبياش عندي سر الباكين موجودين في خط الفعنة الزمالك طيب ما تيجي لو استعرض قايمة الزمالك وتقول لي وهي قدامنا على الشاشة تمام النواقص اللي أنت شايف أنه ماينفعش الزمالك يكمل من غير ما يعالجها الموسم أنت هتسعرضها بس أنا هقول لك قبل ما تقول أنا عارف كل وإحنا مسكين مركز مركز يلا بين قايمة الزمالك حتى هذه اللحظة وهي قابلة للتعديلات قابلة للإضافات يعني حرصة المرمى محمد صبحي محمد عواد محمود الشناوي عمر عبد العزيز إيه رأيك؟ يعني ده طبيعي جدا اللي في الأول والآخر برضو أنت عندك مشكلة في حراس المرمى في مصر يعني أنت كل حرص مرمى كويس متسكن يعني النادي الأهلي مسكن بالشناوي بمصطفى شوبير يعني عندك الفترة الأخيرة عندك مشكلة فأنا شايف الأرباع الموجودين خاصة الصبح وعواد يعني جوان كويسة وده طبيعي زهير أيمن عمر جابر لعب النهاردة زهير أيصر أحمد محمود اللي نزل مكان محمد شحاتة لعب بك يمين في آخر دقايق عمر جابر وبيقد بشكل كويس جدا وأحمد محمود لعب خد دقايق اللي كان محتاجه في الجونة فأنا شايف المركز ده مش محتاج حاجة فيه هل وجوده عمر جابر النهاردة ناحية الشمال يدي أي دلالات على الفترة اللي جاية فيما يخص الاعتماد على بكات ليفت سواء بنتايق لا أو محمد حمدي طبعا ما كانوش متحين مش متحين أفريقيا حتى الآن حتى الآن لحد دول المجمعات فده الطبيعي النهاردة اللي عمر يخوه لكن انت النهاردة انت جايب محمد حمدي لعب كويس وجايبه أعارة ولعيب قدم مستوىات كويسة جدا وعندك الراجل المغربي محمد بنتايق بنتايق لعيب كويس برضو شفت ميديوهاته لكنني ببحتاجه انت مش عامل تعاقدات مع باكين ليفت عشان تجي لعب باك رايت باك ليفت طبعا حمزة المسلوسي ممكن تحطه كمان في مركز الظاهير الأيمن وقت الحاجة باعتباره مركزه الأساسي وإن كان دلوقتي هو بقى من أهم مدافع الزمالك في مركز قلب الدفاع اللي فيه إلى جانب التونسي حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري والوينش المفتمل عودته قريبا وأحمد مجدي هنا بتقول ان فيه عجز آه عجز طبعا يعني انت النهاردة الوينش ربنا يشفيه ممكن محتاج وقت شوية وقبل ما يخش حسية المتشاط وما تعرفش هو يرجع إمتى هو مش عايز يستعجل هو مش عايز يستعجل بزرعة فأنت عندك حسام عبد المجيد وعندك حمزة المسلوسي زناري ووحمد مجدي لأ أنا شايف انت محتاجي اتنين سرد بكات في الحتة اتنين اه اضافتين اه اضافتين مين من الكرة المصرية شايف انه مناسبين بقد نظر عن فرصة يجو ولا ما يجوش هيعرف ولا مش هيعرف الفلوس ولا لأ مين اللي لو قدامك كل الحلول متاحة تروح جايبه تجيبه فيه لعيب كويس أو في زد محمد اسماعيل محمد اسماعيل لعيب كويس جدا اه اللي جنبه كويس جدا لاشوال اللي هو بتاع العيش لعيب كويس جدا اه دول ممكن احسن او ممكن افضل اتنين ممكن اي رايك في كلوشا طبعا زلدي رفض انه يسيب الاتنين للزمالك او محمد اسماعيل تحديدا اي رايك في كلوشا امبي كلوشا لعيب كويس بس ايوا امبي بيلعب السنة دي تلاتة اه هتلاقي كلوشا على طول في الحتة بتاعت النص زي اللي برو هو لعيب كويس كورتو كويس بس كان بيلعب برضو في وقت اربعة اربعة بس انا بالنسبة لي هو لعيب كورة بس صير كويس من وراء بيساهم في الكورات العرضية بس انا في الاول اخر انا جايب مدافع بيور 100% اللي هو منت ومن ومخربش فهو لعيب كويس لكن انا بالنسبة لي افضل اتنين العش ومحمد بالزبط الزير الايسر احمد فتوح طبعا بعد مكرة اولى جلسات المحاكمة محمود بن تايك محمد حمدي وحسن ابو المعاطي اي رأيك وعبد الشافي طبعا بس مش مقيد افريقيا طبعا مش محتاج اي حاجة في المركز مش محتاج في المركز ده على مستوى خط الوسط الدفاعي نبيل عيماد دونجا والنهار ده شارك جنبه في الدقيقة الاخيرة زياد كمال معهم محمد شحاتة اللي لعب باكي مين ومحمد السيد اللي شارك الموسم اللي فات في نهاياته انا فاعتقل انت محتاج ستة محتاج ستة محتاج ستة بمواصفات خاصة ايه بمعنى مخربش زي ما بقوله في لغة كورة الكار شوف طريق حمد شوف طريق حمد في المرب بيعمل ازاي في كل حتة وحطت نفسه والتحامات وكور طويلة انت محتاج واحد من نوعية ده مين عنده ده لو هنتكلم في مصر طريق حمد هو طريق حمد اللي عندك في الحتة دي محترامي وقاليود يانج يعني دول اللي ممكن انا بقولك دول اللي ممكن اللي ستايل اللي انت محتاجه في ناتزة ملك زياد كمال لايك كويس وكورته كويسة بس مش بتاع كورة تانية ومش بتاع يعرف يجيب الكورة اللي هو الراجل بيسلم ويستلم فانت محتاج واحد في الحتة دي في نوعية طريق حمد معرفش تجيب طريق حمد انا بديك مثال في نوعية اللي لكن الله اعلم من متاح طريق حمد تفتكر ممكن محتملة ليه لا اتمنى اتمنى طريق يا شخص اكتر لعب محترف من ساعة موعيد في ناتزة ملك تدريبيا محترف وعرف هو بيعملي عشان كده طريق بقى في حتة تانية ليه لا ليه لا انا بدل مدفع انا بقى بدفع بالتلاتين والاربعين والخمسين وبدفع كتير مادي واحد زي ده واجيبه تمام هو التلاتين والاربعين والخمسين دي مش متاحة قوي في الزمالك دلوقت بالمناسبة يعني انا بتكلم مع احد الاندية بيقول لي مشكلة دلوقتي ان الزمالك معا فلوس قليلة وعايز يجيب بيع طلبات كتيرة قوي وده مش متاح ده انا بالنسبة لي يبقى متاح في حالة انا النهاردة مش لازم اجيب سبع لعيبة واسم مثلا للتلاتين دول على السبعة لا انا اجيب بالتلاتين دول اتنين لعيبة على تلاتة على تلاتة بس اقدر استفيد فنان من لعيبة دي في الملحب وسط هجومي عبدالله السعيد ناصر ماهر احمد حمدي مفيش معجم زي الفل زي الفل راح على اوباما كان محتاج تعويض ولا لا لا اوباما برضو ما كانش يمفعي مشي كانش يمفع يمشي اللي اوباما لو تبص ارقامه في نات زمالك ارقامه كويسة واوباما في الوقت اللي كان بتطلب منه ويلعب كان بيقدي بشكل كويس وكان بيلعب مهاجي ولو انا هجيب احسن من اوباما اقولك امشي اوباما لكن انا بقولك مش هجيب احسن من اوباما تمام خلينا اقولكم النهاردة اوباما كان على مقاعد البودلاء مع بيرامدز لكنه لم يشارك في المباراة الاولى اللي تعادل فيها بيرامدز من شوية هتكلم معاك عنها في الداية اللي جاية لكن نكمل قيمة الزمالك الجنح الايصر مصطفى شلبي وهينضمله لاحقا كونرد مشالك ايه رأيك نصوف شلبي لعب كويس كونرد انا ممكن مش متابعه بس بصيت على فيديوهاته شويت سريع نتمنى نتمنى طالما ما لازمالك جابه تعايد معاه نتمنى بس هي في نقطة ايه اللي ممكن يساعد لعب اوروبي على الاندماج هو دلك وتعكلمك فيه انا بقى يسألك ايه اللي ممكن مطلوب يحصل للعب عشان يندمج ولا فكرة انه جاي من السعودية مسهلالك فكرة الاندماج ممكن هكون مسهلة شوية اللي هو لاعب في السعودية بس انت النهاردة دا ما قلتلك فيه لعا يعني انت النهاردة استغربت اللي ممكن لعيب فرنسي او لعيب مظبوط الدنيا بتبقى يعني خلت بطايبة مجلسة ملك كان عانى من فكرة الاندماج عانى عشان هو يعتبر فرنسا فرنسا مظبوط اللغة والحاجات دي كلها حتى ان كان مغربية فهي بتبقى مجاسفة اللي انت ممكن تلعيب يبقى لعيب منه اوروبا يعني زي البرازين مفيش برازين كتير غير كينو اللي نجح في مصر اه مظبوط لو تعدلي من كله مفيش بيبقى صعب جدا عشان كده كل الاندماج بتتاجه للأفارق فهو برضو ممكن حتة السعودية تسهله شوية وحتة اللي هو جاي اعرى فممكن يبقى جاي عايز يعمل سنك وايسع بحيث اللي يقدر يسوق نفسه في حتة او يكمل في الزمالك او يرجع نديل عجبتك فكرة على ذكر كونرد يعني فكرة التعاون مع زمالكاوي سعودي هو رئيس نادي احد انه يساعدك بطريقة وباخرى في احد تحركات مجلس الادارة اللي حل الازمة المالية هو طبعا راجل يشكر يعني زي بقوله قطر خيره اللي هو ممكن يكون بتاعه بس في الاول والاخر زي ما بكلمك انا مش عايز اقول كلام يزعل عشان ما حالش يزعل مني قوله بس بالطريقة الشيك المعتادة نادي الزمالك كبير هاني نادي الزمالك كبير نادي الزمالك طول عمر الناس شايفة اللي ما فيش حد مثلا الطبيعي اللي فيه زمالكوية لازم يقفوا جنب النادي اللي زعاني اللي فيه ناس كتير زمالكوية وقت البتاعت اليوم بيتكلم ويقولك احنا نقف جنب النادي ونعمل وتلاقي اللي بيساعد ممكن حد غريب دي اللي ممكن تكون بيتدايقين شوية لكن النادي الزمالك طول عمره ما بيعتمدش على حاجات من برة نادي الزمالك طول عمره بيعرف يصرف على نفسه لكن زي ما قولك انت في مرحلة صعبة اللي زي ما قولتلك برضو مجلس ادارة يشكر اللي هما سددوا غرامات وكل حاجة بس انا مش هدفي كله او انا النهاردة حاصيلة شغلي كله اللي انا تزديد تزديد غرامات بس الزمالك لما بتقول النقطة دي الدكتور حسام المندوه تكلم في ان احنا نجحنا في استجلاب رعايات بتدخل الزمالك فلوس وبالتالي ده اللي اشتغل عليه المجلس بعيدا عن الدعم اللي حصل خارجيا شايف انه لسه محتاجين اكتر لعمل موارد الزمالك بالضبط انت لازم تعمل موارد ولازم يبقى فيه افكار ولازم يبقى عندك النهاردة انا بقررها للمرة المليون نادي الزمالك وعشان انا في الاول اخر بقول لك اللي انا شايفه اللي يزعل يزعل ولما زعتش مش كستتي فعش نادي الزمالك ميبقاش فيه حاجة اسمها مدير تعاودات ماينفعش طيب هارجي على النقطة دي حالا مهم جدا اتكلم معك فيها لكن اكمل لك بقي المراكز عشان كل ده بيصب في فكرة مدير التعاقدات بالضبط جناح ايمن زيزو سيد عبدالله واشي كابالا كويسين يعني اللعبة كويسة طبعا واحمد عبد الرحيم ايشو طبعا لا انا شايف الحتة بتاعت الاطراف الاطراف اللي على الجنام كويسة طبعا المهاجم سيف الجزيري حسام اشرف النهاردة كان على الدكة ملعبش ناصر منسي سامسون اكينيولا مش عارفين يمشو عمر فرج وسيد انداي اللي تم تقديمه رسميا لنهاردة انا بالنسبة لي الحتة اللي قدام سيف الجزيري هو الفرود الاساسي النادي الزمالك طول ما اللعب الاساسي حاسس اللي مش في ظهره حد جمد يقدر يلعبه هتلاقي اللعب ده زي ما بقولك على فترات طالع ناسر مين الجامد اللي في ظهره انا بالنسبة لي حيبقى حسام اشرف وعمر فرج برضو زي ما بقولك برضو لعب فلسطيني بس سويدي وقصة برضو ومالق لعب في اسبانيا برضو وابتاع انا في اعتقادي نادي الزمالك قدامه فرودة في الدور المصري او لعيبة اجانب كانت ممكن تادي انا بالنسبة لي ياو انور بتاع البنك الاهلي ده كان لازم يجي نادي الزمالك اللي من احسن اللعبة اللي لعبت بقالها سنة ولا سنتين في الدور المصري هدافه وسريع ولعب في مصر وتشوفته بعينك واخد على جواء وكل حاجة مش لازم كل حاجات العجيب من برس من تاني انا بالنسبة لي احسن اتنين اجانب موجودين ممكن كانوا من فعه ابوكا و ابوكا اه وكانش في ابضل مواسمه مع سيراميكا مش شرط مش شرط مش شرط وهو كان في امبي حاجة جامدة جدا اه وممكن ده ده وارد اللي ممكن لعيب يبقى كويس في حتة ومش موفق في حتة ده كويس لكن هو في الاساس كان لعيب كرة لعيب كرة محترم فهدول اكتر اتنين اجانب كنت اتمنى يكونوا موجودين واحد منهم من الزمالك يو انور وجون ابوكا حسن حسن لعب سموحة قائد سموحة ما كنت تشايفه خيار اه لعب كويس بس بصوا على تجربته ممكن في النادي الاهلي لعب في النادي جماهيري ممكن الدنيا ما مشتش ولا عدم نجاح تجربته مع الاهلي تخليها حافز لاحتمالات نجاحه معاك كمنافس تقليدي للاهلي لما سمعت تصريحه لما قال لي لأ لعب في الزمالك تحس كان فيه نبر التحدي كده هو ممكن كنت انت لو هو لعب كويس طبعا حسن حسن بس هي برزا بقولك هتبقى 50-50 ممكن تنجح والديوتيوب ده وافع عليك اللي انت ما شاركتش في النادي الاهلي وعايز تثبت نفسك في النادي زمالك اللي انا قادر لعب في النادي جماهيري وممكن برضو تدي معطيات للناس مثلا في الزمالك اللي هو لعب قبل كده في الاهلي والدنيا لكن هو حسن برضو كمصريين كان ممكن يبقى اضافة لنادي زمالك تبقى اضافة كويسة كمصريين مش اجنب طيب ايه قصة موديل التعاقدات طبعا صفقات الزمالك اللي شفتها قدامك دي كلها حضرتك وحضرتك هي ما بين مفاوضات من رئيس مجلس الادارة الكابتن حسين لبيب او اعضاء مجلس الادارة الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد او حتى وكلاء لاعبين مقربين من مجلس الادارة هم من قاموا بالتفاوض وهم من جلبوا هذه السفقات بلا مدير تعاقدات سؤال رقم واحد تفسيرك لعدم موجود مدير تعاقدات هل ضيق الفترة ضيق الوقت ما بين اكتوبر لغاية دلوقتي ولا ايه رأيك يعد فترتين يناير وصيف اهو لا ماشي ما فيش حاجة اسمه دقيق وقت اي منظومة نجحة لازم النهاردة بيبقى فيه ترتيب في الشغل هيكلة هيكلة لازم يبقى فيه هيكلة انا النهاردة الطبيعي انت لو عندك مدير تعاقدات محطوط اسمي كويس بيعرف عينه كويسة معاه مجموعة عمل او فريق عمل الطبيعي هاني كل اللي انت بتتكلم فيه من الصفقات ده لازم كان يحصل قبل ملموسي من انتحه بدليل انت النهاردة هاني الراجل اللي هو الجابوني اللي كان جاي اسمه بونزا ده اللي هو بوبينزا بوبينزا ده الطبيعي النهاردة لو فيه مدير تعاقدات وفيه لجنة تعاقدات الطبيعي انت بتحط واحد واثنين وثلاثة واحد ما جاش يبقى انا ابدأ افكر في اتنين اتنين ما جاش افكر في ثلاثة بعدين المدير تعاقدات ده اللي بيخلي الحاجات تصب في طريق واحد بدل ما تبقى في اتجاهات مختلفة هيحصل لخبطها الحاجة التانية انا النهاردة لقدر الله لقدر الله ودي بتحصل في الكرة وخلي بالك والزمالك عنا منها في يناير انت الزمالك جاب عشر لعيبها تقريبا في يناير كام لعيب نجح كام لعيب نجح بشكل او لعب بشكل اساسي عبدالله السعيد ناصر ماهر احمد حمدي محمد شحيطة ومحمد عاطف على فترات محمد عاطف على فترات حلو تمام طب الناس اللي مجاتش الباقي اللي ملعبتش مين اللي ممكن يتحسب عليها انت مش دفعت فلوس اه ولا بدي خدت فلوس مين في العادي مين اللي بتحسب عليها اما مش مدير التعقدات اللي بتحسب عليها هو الطبيعي النهاردة موديل التعقدات هو اللي بيبقى مسؤول عن التعقدات هو التسلسل مدير التعقدات دا المفوض نحو بيتفاوض عشان يجيب احسن اه لا ديل للنادي هو ديل اه وفي نفس الوقت هو بيبقى شغال مع مجموعة عندك بقى لجنة كشفين لجنة فنية هو اللي بيحط السيستم بتاع التعادات النهاردة بيقدم لمجلس إدارة يقول له ما عندي واحد واثنين وثلاثة ده مميزاته كذا ده مميزاته كذا ما يقعد مع المدير الفني ده رقمه كذا أرقامه كذا وكل حاجة اللي في الأول والآخر هو اللي بيتحاسب في النقطة دي مدير رياضي أكتر مدير رياضي مين شايف أنه مناسب لمنصب مدير رياضي للزمانك لو هتعمل هيكل حقيقي يعني لفريق كرة القدم ومدير تعاقدات أقولك بصراحة ما عندكش كوادر في نات زمالك ما عندكش كوادر مش من الوقتي من خمس ست سنين ما عندكش كوادر ودي مشكلة ما عندكش كوادر ناتي زمالك عنده مدربين كويسين ممكن في الأندية لكن ككوادر كعمل ومنظومة عمل لأ أنت معندك عشان كده ناتي زمالك مطالب الفترة الجاية تعمل كوادر جديدة وفي ناس كتير ممكن تبقى حاجة كويسة يعني دلوقتي هتعمل ايه هتقعد لغاية ما تعمل كبير لا انا بقول يشوفه انا مقدرش اقولك بيه مقدرش اقولك بيه ممكن منصف زي ده يفتح له تقديم من اللي عايز يقدم ونشوف سيارة ذاتية حتى وان لم يكن نجما سابقا في الزمارك مش شرطة على فكرة حد عنده الخبرة او عنده السيرة الذاتية المناسبة على فكرة مدير الرياضي ومطير التعقودات دي في اوروبا ممكن الناس ملعبتش كورة ملعبتش كورة واتلاقيه واجمد مديرين رابعين في سيدات لكن انا ما عرفش لكن انا في الاول والاخر انا بقولك نادي الزمالك الفترة الجاية مطالب اللي انت تعمل كوادر هل ان ده النهار ده في نادي الزمالك انت تعرف مين مدير التسويق مين مدير التسويق انا ما عرفش انا ما عرفش فيه استاذ احمد كندي اسمه ده منصبه ده صاحب المنصب هو مدير التسويق مدير التسويق ايه طب انا برضو زي ما بقولك فيه فيه انا انا اول مرة انا ممكن اول مرة اعرف انا اول مرة برضو ممكن اعرف الاسم لكن انا زي ما بقولك لازم النهاردة بص هاني لازم يقف فيها هيكلة ولازم يقف فيه سيست النادي الزمالك المشكلة مش في مشكلة في صفقات ولا مشكلة في لعيبة ولا مشكلة في مدير فني انا النهاردة هاني ممكن للناس هاني معلش يعني حتى كل حاجة او كل نجاح نادي الزمالك في حتة الصفقات واللي احنا نجيب لعيبة لا هي مش كده اول نهاردة هاني هل تختلف على فرقة الاحلام اللي اتعملت في نادي الزمالك قبل كده ايمن شاوقي محمد عبجيليل احمد الكاس صح وقا دول كان اجمد لعيبة صح الزمالك خد دور ساعتها صح ولا غلط في وقت من الاوقات لازم يبع عندك سيستم سيستم ده انا اللي بحطي سيستم وحط الكلمة دي تلات مية خط تحتية السوبر ستار بس تنجح لكن سيستم مالش لكن سيستم ما فيس سيستم مع لعيبة سوبر ستار مش اكيد النجاح السئلة سريعة جدا اخر حاجة سريعة حتة اخبار نادي الزمالك نادي الزمالك انا شايف الفترة الاخيرة مباح على فكرة جوزي جوميز نفسه علق عليها من ثلاث تيام اقفل يا باشا على الفرقة اقفل على الفرقة ما تقوليش اصي في ناس بتصرب ومش بتصرب انت النهاردة شغلانتك ايه شغلانتك تعرف مين اللي بيتصرب اقفل في الاول اخر لو ما قفلتش على الفرقة المستقبل حيبقى صعب فيستم ميالي لا يتوقف عن التسجيل ايه رأي فيك مهاجم؟ من احسن فرودة الافرقة في مصر عبد الرحمن مجدي اول لمسة تقريبا بأسست مع بيرامدز هيظهر ببرجم مختلف عن اللي كان في الاسماعيلي لا هو كلعيب كورة في الاسماعيلي كان كويس ومتوقح هيتواهج اكتر مع بيرامدز ليه؟ اللي فيه استقرار معاه فرقة جمدة معاه اقدارة مستقرة ما عندهمش مشكلة فممكن يتواهج اكتر مع بيرامدز صفقات الاهلي رأيك فيها؟ بيختاروا من بدري ومحضرين من بدري وبيجيبوا لعيبة في الاماكن اللي هم فعلا محتاجينها بقائمة الاهلي والزمالك الحالية مين الارب للفوز بالسوبر؟ مقدرش اقول لك الموضوع بس هو كناس افرع نفسيها وناس شغالة من بدري اكيد الاهلي ممكن محضرين من بدري للمطش مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا يبدأ غدا للحفاظ على لقبه هل هو الاقرب للتتويج من جديد؟ انا شايف البطولة افريقيا الاهلي متمرس فيها دوري ابطال متمرس فيها انا شايف ممكن يبقى ام الارب هاجمت الكابتن عامر حسين ثم تراجعت عن الهجوم؟ ما تراجعتش ثم ليه؟ انا ما بزعلش اللي انا ممكن اقول غلط انا ممكن انطقت وممكن اتكلم وممكن كل حاجة بس انا شايف نفسي اللي انا ممكن افورت شوية في احد الحلقات انا ممكن انطقتك بس لازم انطقت بالاحترام لك انا حيث تراجع ومش تراجع لك انا بحترم الناس كلها وبحترم وهو في الاول الاخر هو برضو انسان عنده برضو يعني لازم يبقى ليه احترامه فانا شايف احد الحلقات بالبودكاست انا زودتها شوية فمش عيب اللي انا اقول اللي انا انت اعتذر اللي اعتذر عن الاسطوب لكن المضمون انت بتنتقد انما الفكرة في الاسطوب انا زودتها ودي حالة تحترم جدا اخيرا خبر نشر منذ قليل على موقع القاهرة 24 وهاخد تعليقك واحنا بنختم جاء فيه ان الاهلي يدرس عدم خوض بطولة السوبر المصري مش الافريقي اللي بيضم مع الاهلي بيرامج وسيراميكري فترة والزمالك ليه؟ لاعتراضه على عدم رد اتحاد الكرة على ملاحظات عديدة للاهلي بخصوص لجان اتحاد الكرة وعدم تنفيذها لبعض القرارات اللي صدرت في الفترة الماضية تواصلنا مع مصدر من داخل النادي الاهلي ردا على فكرة ان الاهلي اخطر اتحاد الكرة فقال المصدر انه كل شيء مؤجن لما بعد مباراة السوبر الافريقي وبالتالي لم ينفي ما اكدش لكنه سوف التأكيد تفتكر ده ممكن يحصل؟ لا عمش والله بس هيبقى صعب شوية يبقى صعب شوية الاهلي في اكتر من مرة في بيانات رسمية معلنة قال انه بفكر اتحاد الكرة انه اللي جان وعندنا تحفظات على اسلوب عمل اللي جان داخل الاتحاد فده بيتوافق مع الخبر هو خلي بالله خزوك حاجة هم الناس بتشوف او بتشوف ايه الدنيا هتمشي ازاي السنة الجاية انت لحد الوقتي والموضوع بيضع عن حج عامر والقصص دي انت لحد الوقتي مش عارف الدورة هيبدأ انت او اللي جان ايه او الحاجات دي فنتمنى الفترة الجاية يبقى في استقرار في المواعيد واللي جان والقصص دي كلها عشان تبدأ موسم قوي وموسم منتظم كابتن امير عزم جاهد نجم الكرة المصرية والزمالك نورتني وشرفتني ومرة تانية زي ما بدأنا مبروك للزمالك مبروك للزمالك وبرضو مرة تانية البقاء لله في كابتن احب ربنا يا ربي يا ربنا شكرا كابتن امير سلم لنا على عزمي الصغير وربنا يا رحم عزمي الكبير شكرا لحضراتكم نورتونا في بداية اسبوعنا غدا اللقاء جديد تحيات كل فري العمل والتحيات هاني خدفوك إلى اللقاء